موسيقى 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 مرحب حضراتكم مشاهدين في الفقرة الأخيرة من برنامجنا نهاردة وزي ما قطل حضراتكم قبل الفاصل عن غلاء الأسعار الدولة تعمل مبادرات الدولة تاخد قرارات من يمارس الاحتكار ومن يمارس الاستغلال تلاقيه بيتحرك في حاجات تانية الاسبوع اللي فات في مبادرة رائعة تمت تحت اشراف مجلس الوزراء ومع البنك المركزي والسادة الوزراء المعنيين بتخفيض اسعار العديد من السلعة نتمنى ان شاء الله انها هتكتمل على خير ولكن لكي تكتمل هذه المبادرات على خير برضو عايزين نناقش السلبيات اللي حصلت قبل كده عشان بوعينا مع الحكومة ومع الناس لما تقوم بدورها الرقابي الدنيا تتزبط عشان كده بيشرفنا في الفقرة دي ان انا يكون معايا وضيفي الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أستاذ محمود اهلا بحياتك اهلا بيك بسرحين ومنورنا وفي البداية بتوجه حياتك بخلص العزاء في حالة وفاة عند حياتك وتشريفك لنا رغم الظروف اللي عند حياتك شكرا بيك فان انا من محبي هذه القداة ومؤسسها على فكرة واحنا بنتصرف دايما بحياتك اهلا بيك أستاذ محمود مبادرات كتير بتحصل من الدولة آخرها المبادرة الأخيرة ومبادرة كبيرة ومهمة ولكن كان في مبادرات قبل كده نلاقي أسعار حاجات تتخفض أسعار حاجات تانية تزيد أسعار الحاجات التانية دي تنزل فنلاقي حاجات تالتة تزيد لدرجة ان كان فيه فترة من فترات يقولك طب استغنوا عندها وخدوا ده جات وقت الناس لقيت أغلبية الحاجات كلها بتغلى والأسباب كتير والناس ما بقيتش عارفة صح من الغلط والدولة بتكتهد من ناحية لكن برضو حالة الجشع أو الاستغلال أو الطمع عند البعض والتحكم في الأسواق مازالت موجودة حالتك شايف الصورة دي ازاي ولكن خلينا أقول لحضرتك أنه اللي بيحصل في السوق دلوقتي يعني أنا قلق منه جدا وأنا واحد ممن يستشعرون هذا القلق وبدقة لأنه أنا حتى لما رحت شاركت في جلسات الحوار الوطن في لجنة تضخم وغلاء الأسعار بتقول لهم أنا عضو في البرلمان المتحرك وعضو في البرلمان سابت وعضو في البرلمان متحرك ده الأوتوبيس السبينسة بتاعت القطر درجة ثالثة أنا حضرتك بنزل أركب قطر درجة ثالثة وبركب أوتوبيس وبركب بعض غرزة غرزة بريئة يعني وهو على ما نفاهم وهو بالصحة شعك تتوصل مع أراء الناس كلها فأنت لازم تسمع وتشوف الناس ترصد آه يعني فأر واحد بيكلمني بيقول لك ما تعبنيش بقى بلاديون بلازفت بقول له ايه واحد دماغه بقول له ديون ايه ما قال لي ديون بلازفت عامة اللي ليه عندنا حاجة ياخدها مننا يوم اليامة بصد آخر ناس بسيطة لا بيت لوزير المالية ولا بتاع بيقول لك قواعده ده يقول لك مش عارف في قوانين لا ولا في دماغه يعني فيه فيه ناس بتفكر بطريقة مختلفة وانت لازم تسمعهم وتسمع آهاتهم ربما يبقوا عندهم حالة زعل في بعض الأحيان لكن خلي بالك دولة احرص الناس على استقرار البلد نعم طبعا لما تيجي تكلمة وتقول له طبعا لا طب ليه ما بتنفجرش يقول لك انفجر ايه انت تعرج احنا مصر احنا بلد كبيرة من صغيرة انت لما البلاد اللي حواليك انا كنت في مرة في لبنان من كم سنة كان عند تصوير في حاجة وانا في لبنان لقيت اخواننا السوريين قاعدين في مخيمات انت فيه انهي مخيم في العالم حياسع المصريين احنا على أقل لما بتحصل حاجة حوالينا احنا اللي بنحتوي بنحتوي اخواننا السوريين ان شاء الله يعني ربنا يكرب اخواننا السودانيين وانا يتجعوا بلادهم يبقوا زهل الفل ان شاء الله والعراقيين واليمنين انت احتويت كل الناس انت مصر اقليم القاعدة انما انت مين يحتويك انت كبير فبقى امانة شديدة انا قلق ولا يمكن باي حال من الاحوال الاخفي قلقي ولا دايما اقول لده رئيس الدولة خلي بالك بس هنقول لحاك على حاجة انا قلقي من انه يعني عارف بس انا سمعت كلمة وطن الثلاثة ايام اللي تكلم فيه من رئيس قعدت اتصمرت قدام التليفزيون عشان اسمع ما جرى في حقيقة الامر شغل ما عملوش محمد علي نفسه يعني انت النهاردة لما تعمل طريق هذا الطريق يسهم فانه يخفض لك الاهلاك اللي على سيارتك ويخفض لك تكلفة البنزين والسولر بالمليارات والوقت تعارف ساعة واحدة بس لو انت اتأخرتها على العمل في عدد كبير من المصارع ده يهدر ساعة من العمل الساعة دي لو انت اشتغلتها وخدت منتجاتها وروح تصدرتها تجيب دولار ايه طبعا تترجم كده يعني انت في النهاية بقى جرى كتير جدا لكن على الجانب الآخر انا اقول لك على حاجة في واحد راح يستورد راح صدر بصل 65 طن في 2015 دي نموذج وانا بقول لحضرتك لانه ياريت يكون حد بيسمعنا في الدولة لانه ممكن تتحل العاجات دي ممكن تتحل وسهلة الراجل راح صدر 65 طن بصل وراح الموظف الموظف هنا بقى اللي انا عايز اتكلمك عليه البنية الادارية لا تساعد رئيسه تي الازمة تي الازمة ما تساعدوش مستحيل هو نفسه بيقول سيادة رئيس الكلام هتساعدو ازاي انا عارف اللي بقوله انا شاب بعيني انا بقول لحقك انا واحد متمرمض في الشارع بالبلدي كده انا مش عايز اتكلم كلام منمق انا عايز الناس تسمعنا وتعرفنا وكلامنا بسيط من الاخر 65 طن صدرهم الراجل الموظف غلط حتى علامة عشرية هم تمانهم 190 الف جنيه كانت كيلو بصل اهمة بجنيه بنصدرهم 3 جنيه مش عارف التوتل بتاع الرقم 190 الف جنيه حتى علامة عشرية مش عارف ايه بقى هم 19 مليون جنيه 19 مليون جنيه لما تحسب كيلو البصل اللي صدره هتلاقيه في حدود 3800 جنيه كيلو بصل تمام ومع انه فيه عدم معقولية هو صدر الكمية دي والورق باين واش عارف ايه بتاع الراجل ليه 3 سنين عمل يلف في كعب داير بسبب الرقم الكتب غلط بسبب الرقم الكتب غلط طيب يا عم الحاج ليس فيكم راجل رشيد ما فيش حد عنده شوية حقل الراجل جاب لهم حساباته من البنك حركة حسابه من 2014 لغاية عملات التجارية لسبوع الماضي يعني جاب لهم كل حاجة انت في النهاية بص هذا الموظف او هذه البنية الادارية تحتاج مش اعايز اقولك تفكيك تحتاج الى تطوير تحتاج بقى يعني انت بتكلمني عن نهارده على الشباك الواحد مش هيحصل مش هيحصل انت عندك قوانين لان عندك شبكة من القوانين وده على فكرة انت عايز تناقش مشكلة الغلاء بمنقى عن الجزور والاساس بتاعها اللي هي البنية الادارية والبنية التشريعية انت بتروح في حتة تانية احنا محتاجين نرجع للجزور اللي وصلتنا لكده طبعا انت في ازمة يا سيد الفاضل انت عندك كم تشريع انت عندك عشرات الالاف من التشريعات والقوانين واللوايا التنفيذية والقرارات الوزرية انت بتروح تفسر مواد في القانون في المحكمة تقول المحكمة وانا بيفسرين المادة دي هو يقصد ايه في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها قوانين مطاطة في قوانين حمالة اوجه قوانين مش عارف توديها يمين تروح توديها شمال تروح ايه ده ده مش تاريخ ده تاريخ انت بتغير قوانين كل شوية ما عندكش استقرار تشريعي طيب مين يجي لك من برا انا برضو عايز اناقش عايز اجيب اللي يجيني من برا ده يلاقي قوانين سابتة حاجات مشرجعة محفزة انت حضرتك تروح بريطانيا اتغير فيها حاجة المانيا عشرات القوانين وانت عشرات الالاف انا القوانين المانيا في حتة وانت في حتة تانية لازم يتشاف حال هذا الرجل يسعى هل وحضرتك في مشارك في الحوارة الوطني ما طرحتش هدي طرحت هذا الكلام قلت لهم انت لو جبت بجرامي الضخم ده تمام وقلت له تعالى لا اعمل رخصة ولا اعمل اجراء في الحكومة لمدة 3-4 ايام هو 4-5 ايام هيبق زي بحمد صبحي صديقي بتعرف حمد صبحي يا ربنا ديه الصحة يعني فاسفوسك ان شاء الله ربنا يبارك فيه تمام يعني اسلام عليهم بكلم السيد سبحانه قال لي والله انت مين قال لك ما انا ممكن ابقى زي بيجرامي يا ربنا يديره الصحة ده برضو يدل على تراهل الجهاز الاداري عندنا مش مساعد الدولة هذا الجهاز الاداري ضعيف جدا انت في النهاية لما تيجي عايز تنتج عايز تصنع عايز تزرع فلازم تبشي اجراءات يا رجل ده انت كل المستثميني اللي جايين عينيهم على القوانين الخاصة بالاراضي وانت كل شباب تغيرها 3-4 سنة غيرناها خليني اترجم ده بقى يعني اخد كلام حضرتك هو ده كلام بقى اه نقربها للمشاهدين احنا في ازمة علامية والاسعار كلها في العالم بتزيد ولينا ايه قريب وصحاب في دول عديدة بتعاني بدرجة او باخرى العالم كله بعانيه لكن احنا عندنا هنا مشكلة ان الحاجة بتزيد وتفضل تزيد 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 مفروض تزيد عند رقم معين عندنا هنا مفيش بدل ما الحاجة تزيد مثلا بخمسة جنيه تبقى بتبنية او بعشر تلقى بقى بخمستاشر او بقى بشرين ايه بقى الحتة المسؤولة اللي بتعمل ده هل هو ضعف الجهاز الرقابي المفروض يشوف المستغل والجاشع ولا زي بقول حتك القوانين ولا الاتنين مع بعض ومش ضعف الجهاز الرقابي يعني حرام نقول ضعف الجهاز الرقابي الجهاز الرقابي مش موجود اساسا انت لا تستطيع ان تراقب الاسعار تبقى للقانون انا مش بتكلم تسعيرها جابرية لا 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 حتى الجهاز طب هيراقب ازاي انا عندي جهاز رقابي عندي مئة الف مفاتش تومين ومئة الف مش عارفه وهو حينزلوا رقبه لكن لما يجي رائب لو انت حضرتك عايز تبيع علبة المناديل دي بمئة جنيه حتبعها وهي بخمسة جنيه محطش هيقولي لا محطش هيقولك لا ليه لان رديت لقى الزبون اللي اشتريه لان انت في عندك قوانين اقتصاد حر لكن انت ملتزم بكتابة السعر تبقى المادة 3 بس ما حدث ينفذ الكلام ده طبعا كتابة السعر برضو لفوا عليها بعدا ما كان فيه قرار بيها ما كان فيه قرار بيها لفوا عليها وما تلفزتش لكن خلينا اقولك بوضوح شديد القوانين الحالية لا تسمح بضبط الاسواق ويبقى فقط ان الدولة تشتغل بقى بطريقة المعلمين اللي هي ايه اه هو ده الكلام اللي احنا ايه ممكن اقوله صح انا لو قلتين لبسك الملف ده هغلس عليهم البنك المركزي بقى دي المبادرة اللي احنا بتتكلم اه اه ناس تمام البنك المركزي ليه دخل طرف الناس كتير يقولك ايه علاقة البنك المركزي بالحكاية با ده اللي حيفرج على البضاعة انا فرجلك على البضاعة وديك دولار وقطعلك من لحم الحي وبعد كده تروح تفرم في الناس وانت تخزن وتعمل ازمة وتخزن ويعطش ويرفع وينقط وينقط ويعملك اللعب اللي بيعملو ده يعني مين يقول ان انت افرجت عن العلف اه من لحمك الحي عطيته دولار كان ساعتها بتسع عشرين جنيه عطيته الدولار بتسع عشرين جنيه وراح افرج على الحاجة طن الصوية كان بتسعتاشر تكلفت لغاية بستميمة دولار في ذلك الوقت يعني في حدود تسعتاشر الف جنيه كانوا بيبيعون بخمسة وتلاتين الف ثلاث تلاتين الف جنيه شف الفرق قدي من تسعتاشر لخمسة وتلاتين والحاجات دي ما تتمسكش يعني الحاجات دي ما هو ده الكلام بقى بيفلتوا منها إزاي بيفلتوا منها لإيه بقى أقولك أنا بيفلتوا منها لأنهم يعني باش حد يبسك عليهم حاجة هو أفراج له وحط الحاجات إنما لو أنا أفراجت له بقى ده الجديد ده وابط الجديد ده المبادرة الجديدة إحنا بنتمنى أن يبقى موجودين معهم كحماية مستاركة كجمعيات مجتمع مدني لأنه إحنا ممكن نساعدهم البنك بركزي حيقول له بقى يا عام تعالي إنت عايز نفرجلك على الحاجة دي حبا يا زين وأنا تحت أبرك بس قول لي بقى دي تمان هقدي كده وإنت هقديك خدت فلوس هاي حد بحالة هاي داخل السوق المصري بقدي إيه أو ده الكلام لو اتفقوا مع بعض حتى لو اتفاق سري أو اتفاق غير معلن تمام بطريقة البص هتبسك له بداية هابوس هفرومك أقولك أنا حاجة أنا في بره قالوا لي في عشرة بيشتغلوا في موضوع العالم في موضوع غلوا اللحبة ساعتها وغلوا الفراخ وغلوا البيض وغلوا كل حاجة واحد قال لي إنت حلازة قلت له والله أنا أخده أعمله بفصحة في مزرعة التور أسبوع بالظبط ودلعهم جوه وحتلها كل واحد فيه يعني بص ايوه بس هموهل فيه آليات قانون تعمل لا لا أنا راجل أنا راجل بلطاجي أنا مش بتاع قانون أنا هتعامل بمطق غير بمطق غلاسة وبص عشان أكون صريح معاك الدولة تستطيع أن تفعل هذا وبالراحة تمام لأنه في حقيقة الأمر أنا لأي علاء عز بيقولهم قاطعوا التجار الجشعين علاء عزنا من عام اتحاد الغرف التجارية تمام لك أي عزي فتعت التجار الجشعين برضو عشان الناس سمعنا أنا مش هيكل طبعا هتاكل انت السكر الياردة رفعوا رفعوا السكر بطريقة بزعيد طب أقول لك تي حاجات بترخص دلوقتي طب أقول لك بشرة حلوة طبع برضو عشان نبقى احنا لا ننفر الناس لا احنا عايزين الصورة الواقعية مشروع البتلو اللي أنا هاجمته هجوم عنيف جاب نتيجة وعايز أقول لحضرتك برضو إن الحاجة اللي بتاكل علف وعايشة على قاية الحياة زي البتلو كده واللي اللي حفظها سعب أو بيبقى فيه تكلفة هتلاقى إسعارها بتنزل غصب عن التاج هو مضطر مضطر غصبا عنه غصبا عن عين اللي قرفوه لازم ينزل هقول لك ده بقى عم فتاح الأسري قال لها لازم تنزل دي بتنزل غصب عنها تنزل براضي شوف ده عارب أعمل ايه واحد البتلو كان بيتنبع خمسين كيلو وزير الزراع الحالي كان ماسك البنك الزراعي الزراعي الرئيس كان عامل مبادرة خمسة في المية عطوا تمانية مليار لخمسين ألف مربي صغير عملوا في حدود ما يزيد عن نصف مليون راس كان بتتنبع ستين بقى تتنبع ستة مية من ستين لستة مية طبعا انت كنت بترمي المكنة طافت عشر مرات آه بقى بيتنبو ده انت كنت عابل زي الأرنابة كده تخش مجزر بساتين تلاقي راسينهم كده زي الخرفان كده صغيرة يدبح تيك تريك في سنة أبو عليكم ده بقى بقى ستة مية انت نجحت في ده ورئيس الدولة الحقيقة لما أصر على قرار عدم دبح البتلو كان محق وفي حقيقة الأمر جاب نتيجة والبتلو النهاردة الجاموس بينزل السوق تمام ونزل سعر السوداني طب ما هي دي النهاردة بقى يعني أنا عندي منافس متعددة طبعا سواء حاجات طبعة هنا في المنصورة النهاردة عندنا السوداني وعندنا الجاموسي احنا النهاردة وصلنا لكام متوسط بسبب المبادرة نهاردة الجاموسي عندنا في مواطن ردة ده الغلاء عند الانتروبيس الدولي بيتباع بـ 240 جنيه بلدي بلدي مختوب خط محمر وذكر مش نتاية ولا حاجة جدينا في السن ولا حاجة حاجة زي اللوز بس هنا في مصر في القاهرة أكتر طبعا احنا في مواطن ردة ده الغلاء بنقدم تجربة دايما مختلفة من ناحية ايه انا وده اللي انا بنصح بالتجارة على فترة في ظل الرقود اللي احنا فيه ده يعامل حاجة حركها يعني ايه حركها يعني مثلا انا حجم التكلفتي قد كده تمام اضغط التكلفة دي واضغط هامش الربح تعارف كيلو اللحمة اللي احنا ما نبيعه بـ 240 ده يتباع بـ 300 بأمانة بـ 300 من 240 لـ 300 انت بتكلم في 60 جنيه انا ما سيبه بـ 60 جنيه دي واخد جنيه ولا جنيه ونص ولا اتنين جنيه واحرق البضاعة واخلص وكام واحدة يعني ممكن يفكر كده يا أساس بحب لا لو جاء لو بقى ده السائد في السوق المصري فيما يتعلق مش بس في اللحوم في كل السلع خد أقل هامش الربح ممكن في الظروف الحالية في ظروفنا يا ظروف البلد وظروف العالمية اللي حواليك بره عمال طالعينهم انت على الجانب الآخر هنا ربنا فاتح عليك البلد دي برضو من أيام سيدنا يوسف الدنيا راحت في داهية واحنا كنا لقين الحنطة والأمح والدلع والدنيا زي الفول بلد فيها خير لكن احنا بنخلق نفسنا احنا بنزعل بعض مع الأزمة طبعا احنا بنزعل بقى أقول لك الحاجة حس بيا يا عمي اللي سمعني يا عم التاجر يا كاميرا فين هنا كده صح عم التاجر حس بيا أنا راجل صاحب عيال عند عيال عايز أأكلهم عايز أخليهم يعيشوا مبسوطين وهو تاجر تاني هيستغلوا انت برضو خلي بالك ايوما انت اذا انت بتستهلك سلعة فانت بتستهلك عشرين اذا انت بتبيع سلعة فانت بتستهلك عشرين أنا محتاج أعيش في استقرار مش عايزين ندخل في خزع بلد تاني طيب يا دكتور محمود احنا شفنا ايات 28 يناير 2011 قد احنا كنا تلعنين ومت بهدلين والبلد فكة مننا احنا اللي حامل بلد دي ربنا ربنا فعلا كنا هنروح في داية لولا انه الجيش دخل في فترة ورح ماسك البلد ربطها احنا كنا غورنا في داية خليني زي بلد كتير مغارض احنا شايفين والأمثلة وهي كل يوم هي الدنيا حوالينا بقى شكلها ايه انا برضو عايز اروح مع حداتك لقاليات المبادرة وحداتك اشرت بيها المبادرة الرائعة اللي اعلم عنها دكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء هل هيبقى فيها قاليات بقى تساهم بالشكل حداتك يقول ان هو ان هو يقول للتاجر احنا في فترة صعبة اكسب قد كذا ويبقى العملية تحت عين الدولة يعني واضح انك في المرارض هو رابطها كم الوزراء بضايع في الجمالك هيقول له تعالي اعمل حج انت عايز تفرج تعالي نفرج لك بس اقول لي بقى اعمل حج بعد ما فرج هلاقي ده بكان في السوق وقدم لك السبت هتقدم لي الحد ولا هتا ومش هتعرف حد اذا مش تعرف حد امك اروح بقى عيش في حتة تانية انما يا حبيبي عايز تاكل عيش وعايز تساعدني وانا هساعدك انا هساعدك انت ساعدني وانا مش بقول لك ساعدني على فكرة انت ببعض الاحيان لما بتوقف الاحتكار بتحميه لانه الناس دي ببعض الاحيان بتشعر بغرور تجاري غرور واحد معه سبعين تبانين في المية من حجم التجارة في سلعة مثلا فتلاقيه مغرور او طبعا عارف لما بتكسر احتكاره بتساعده بتساعده لانه هو لما بيزود السعر بيعمل ركود في السوق تتعرف بتوع العلف دول عمل وعمل السوداء اللي كان بيكسب بليار وربعمائة مليون دولار في كم شهر دول جم احنا بنستهلك في حدود تسعمائة الف طن في الشهر لكن انت تخيل لما يخرج تجار يخرج بتوع المواشي ويخرج بتوع الفراخ خمسين في المية من مرابط دواجين قارجو لان العلف غلي ايوا احنا سمعنا وكمعنا ناس انت كنت بتارجت على تسعمائة الف طن النهاردة تارجت على خمسمائة وربعمية ليه لان انت اللي عملت في نفسك كده ما بتاع البطاطس دي ما عمل ايه احنا برضو لا الزوارة عملة بتحصل حوالينا دي بتعمل اشارة وانا اعتقد ان الدولة ساعة حكاية البطاطس حركت بشكل قوي جدا لانه لو زادت الحكاية عن حدها هتعملك مشكلة انت امنيا الدولة قاعدة يعني كالترخير اللي بيدير دلوقتي لان انت هاجس ما جرى في 28 يناير وقابل كده والبهدلة اللي احنا عشناها بساعتره على كل الناس بساعتره علينا احنا كمواطنين اساسا مش كنا عاديين يا باشا قدام بيوتنا اللي ماسك ايد مقاشة واللي ماسك سكينة المطبخ والسكينة بتاعة تكسر لو انت قشرت بالبطاطس تكسر واعدوا قدام بيته وعمل نفسك دكر دكر ايه عم احنا ده احنا كنا متبهدلين لان اعملنا حكاية اللي جان الشعبية ده اياما وبتاع وحمينا بيوتنا وكنا نقف كانت البلطاجية بتخش على البيوت تسرق الناس تمام والعرباتك بتسرق منك في الشارع يبقى انا يبقى انا يبقى انا مفروض يبقى لي دور توعاوة يا اساس بحموق يعني انا وعي مع ده بيجبر التاجر طب ازاي يخلي وعي المواطن يجبر التاجر بخبرة حضرتك بقى انا رب اسر ومطلوب مني اسبوعيا بجيب حاجة البيت او شهريا او زي ما كل واحد منظم بيته فلاقيت ده غالي وده غالي فانا بيتي عايز والحاجة غالية ازاي بقى حاجة بيتي مع الحاجة الغالية دي عشان اجبر التاجر ان انا مش هشتري منك بنفس الكمية او مش هشتري خلص فيضطر ان هو هو زي ما انت قلت في نفس الكمية الحكاية الكمية دي دي انا مش هقدر اقولك اعطأ لكن لو انت بتشتري كمية بيت معينة حاول تقللها اولا انت لازم تعمل ميزانية للبيت تعمل الموازنة العامة للدولة زي ما الدولة بتحط موازنة بص فيها عجز كيف نفسك كيف نفسك على العجز ده انا في الحوار الوطني في قاع من القاعات فجئت انه مثلا عندنا اكتر من خمسين لمبة متعلقين خمسين لمبة ده كتير وانت حبيت تكلمه على ترشيد استهلاك ده في اللي هو المقار بتاع المقعد بتاع الشيخ زايد او مركز تدريب بتاع الشيخ زايد قلتوا لا كتير قال لي للإضاءة دي قال لي لا احنا مفروض برضو موازنتنا في البيت نضغط النفقات بتاعتنا نضغط نفقات الكهرباء اشرك عيالك في الحكاية وقلهم يا ابني انت حافظ على الكهرباء دي عشان الكهرباء دي بندفع فيها فلوس ولما ندفع فيها الفلوس هتخصم من الشوكولات اللي حاجبها لك هتخصم من الأكل اللي حاجبه لك او من الدرس اللي انت عايزه او من الشوز اللي انت عايزه الحصة اللي انت عايزها لازم تحسسه بالمسؤولية بالمسؤولية ولازم الولد في نفس الوقت يبقى وزير مليا معاك انا كنت عاملت ده في البيت كنت حطت الميزانية عند العيالة قلوهم ورونها هتعملوا ايه فبيديروا هتلاقيهم بيوفروا بنود ومش عارف ايه يعني الامر يقتضي في المرحلة القادمة انه كل واحد فينا يعمل ميزانية والميزانية دي يشوف اولوياته ايه ويحاول يقلل استهلاكه وفي بعض على فكرة في ناس كتير قللت استهلاكها في حاجات كتير وخلينا اقولك انه الزبالين نفسهم اما سألتهم في مرة انتو في حد بيرمي زبالة واكل وحاجاته وبتاعلوا لا 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 فيش كلام ده دلوقتي خلاص ممنوع حدش بيرمي كان زمان فيه ناس يقولك فيه ناس بتاكل بالزبالة لا ما فيش حد حياكل بالزبالة لأنه ما فيش بالزبالة حاجة تتريمي الظروف العالمية والداخلية كل حاجة حصرت الناس ودفعتهم دفعا انهم يعملوا ترشيد استهلاك فيه دلوقتي ناس توقف عند بتاع الفاكهة او عند بتاع الخضار يشتري اربع حاجات وخمس حاجات وبتاع كل واحد حتة وبتاع ما كانش بيحصل ده لو تاخد بالك يا سيدس بحمود ان برضو موضوع يعني على سيرة الناس ترشد ده ما تعمل في التموين موضوع انك تاخد بدأ للعيش سلع ده خلى برضو الفاقد رغم ان ما زال البعض يا تلاعب بس الكميات اللي كانت بتفقد مع الرقابة اللي عملتها الدولة وانها بتحاسب بالغيف المصروف ما بقاش عندي كمية مهضورة من العيش زي الاول يعني الى حد ما الافكار اللي من النوع ده انا بسميها الافكار الزهبية الافكار المنتجة انت في النهاية المبدعة شوية مع الازمة المبدعة وانا على فكرة واحد من الناس المؤمنين جدا دكتور خالد طبعا دكتور علم سلح ده استاذنا كبير وحد فوق دماغنا كلنا لكن دكتور خالد حالة في الحقيقة قد ده دور كويس جدا وهو اللي بدأ المنظومة دي تمام عملها قطرها وعمل لها اطار محترم واشتغلت طلعت شرط بدأ يعالجها من زمت التموين من زمت العيش دي العيش ومن ضمنها سلع التموين يعني خلينا نتكلم با هاديك لقط وانديك مش عارف ايه وبتاع اللعب في الحتة دي فيها استاذ محمود تجار تموين كانوا يعني من سلع التموين دول بيعملوا على حساب الناس عماير ووصرات دي العملاء دي البتاع النقدي لانه العين ده او السلع ده بقى مزعج جدا فيه ناس فعلا عملت ملايين ملايين اه يعني ناس عملت ملايين انا بقى مانا نفسي المرحلة اللي جاية دي يبقى فيها الإحساس بالناس محاديش هياخد حجم الدون يا دي كشوف احنا دي لقتي اخويا البكاري يا أستاذ محمود ده الرايس يعني عايز اقول لك الرايس ريقه نشف في الموضوع ده برضو مين بيسمع ممين بيسمع انا في بعض الحيانة والله العظيم بيصعب علي ليه انا بقولك بصراحة انا واحد واضح وانا لا انافق احدا انا واحد من المؤمنين جدا بضرورة المعارضة وليس المكيدة وعارض رئيس الكومورية ما عنديش ازمة وعارض رئيس الحكومة ما عنديش ازمة بس عارضه في الحاجة اللي اقول له فيه حل اطرح له حل مش معارضة انا بيصعب علي قاعد بيصحى الصبح ويشتغل ويشعر فيه بتاع في النهاية فيه ناس بتضيع الجهد ده ايوا صح انت عملت الطريق ده ليه انت عملت الطريق ده عشان علاج جانبي اعمل مصدع اجي اعمل مصدع وعارفش تلعه رخصة اه ها دي مشكلة والراجل بقولك الراجل بتاع البصل بطلوب منه 19 مليون بتاع ده عشان غلطة موظف عشان غلطة موظف عالج الحاجات دي تمام مستاذ محمود العسكراني رئيس جماعية مواطنون ضد الغلاء شرفتنا فندم شكرا جزيلا على هذه الفقرة ونتمنى ان كلام حضرتك يعني نشوف منه حاجاته مع المبادرة الجديدة من الحكومة والبنك المركزي ان شاء الله يبقى فيه خير الفترة الجاي شكرا لك فندم مواطنين دي كانت فقرتنا عن غلاء الاسعار والمبادرات اللي بتتم وعينا ويعني كل واحد يعمل الدور بتاعه اللي عليه سواء الدولة التجار تبقى رحيمة بالناس عشان الدنيا تعدي والأزمات ودي حضرتكم شايفين الدنيا حوالينا بقى شكلها ايه غدا يتجدد اللقاء مع حضرتكم في تمام التسعة دائما في النور تصبحوا الألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة